موسيقى مشاهدي الكرام أهلا بكم في موعد جديد برنامجكم رياد الأسبوع على قناة ميديان تيفي بانورما سبور في حلقة اليوم حديث مفصل عن مباراة نادة بركان ومضيف اتحاد العاصمة الجزائري التي لم تلعب بعد مصدرة السلطات الجزائرية للأقميص الخاصة بالفريق المغربي رغم مرسلة الكاف التي أقرت بأحقية نادة بركان باللعب بقميصها الرسمي المباراة لم تجرى وتفاصيل سنتحدث عنها في حلقة اليوم تؤكد بأن الفريق الجزائري خسر المباراة بثلاثية الاستفر حسب قوانين الكاف بعيدا عن الأزمة المفتعلة في الجزائر المنتخب المغربي الفوتسال يواصل نتائجه القوية ويحتفظ بلقبه بطل القارة الافريقية للمرة الثالثة وليان أبناء هشامد جيغ تفوقوا على المنتخب الأنغولي بخمسة أهدف لواحد يتوجه بلقب القاري وقبل ذلك تأهل المونديال الذي سيقام الشهر تنبير المقبل في أسباكستان ولمناقشة محاور هذا العدد من برنامج بانوروماس بور معنا المحلل الريادي محسن الشرقين مساء الخير مساء الخير لك وللضيوف وللصايرين على البرنامج ولمشاهدين أهلا بك سيم حسين ويحضر معنا في حلقة اليوم من بانوروماس بور محمد الدواز اللاعب الدولي السابق المدرب ومؤثر المداربي مداربي الفوتسال سيم محمد مرحبا بك شكرا على الاستضافة شكرا جزيلا بتقام البرنامج مرحبا بالضيوف ومرحبا بضيوفك الكرام ومتفرجي قناة ميديان تي أهلا بك سيم محمد وينضم إلينا من مدينة الدر البيضاء الصحفي الريادي الزميل والصديق محمد افتاح مساء الخير محمد مرحبا بك أخي عبد الله مرحبا بكل متشتبعي الكرام لقناة ميديان تي أهلا بك وسينضم إلينا بعض اللحظات فقط مفاة قناة ميديان تي في النهائي كأس إفريق الفوتسال منصف عدي نبدأوا النقاش دينا نبدأوا بالمباراة ديال نهضة بركان وأيضا فريق اتحاد العاصمة نبدأوا بصورة عامة دينا مع ناسي محمد لأنه عن ملح ورخاص بالفوتسال يعني المتخل المغربي واصل عروضه القوية يعني انتصار العلامة الكاملة في جميع المباريات فوز صراحة ربما كان صعب شوية بالمقارنة مع معقل المباريات ولكن المتخل المغربي يؤكد مرة أخرى بأنه قوي القراء السمراء ثلاث مرات بطل إفريقيا الفوز يعتبر فوز تاريخي لأسباب عدة منها بأنه وطنيا هو يعزز مكانته بكونه المنتخب الأكثر تتويجا على مستوى الرياضة الجماعية بالنسبة للعربيا يعزز مكانته كرائد في هذه اللعبة على الساحة الإفريقية فهو يناصف المنتخب المصري بثلاث تتويجات على رأس المنتخبات المتوجة بهذا الكأس وعالميا فهو يرسخ مكانته الثامنة ويكسب النقاط بتتويجه بهذه الكأس حتى يقترب شيئا في شيئا للمرتبة السابعة نعم بالفعل نتألق كبير للمنتخب المغربي سيد القراء الإفريقية في ثلاثة نصخة متولية أيضا ثلاث ألقاب إقليمية في بطلة عربية وكأس القراءات ومشاركة متميزة في آخر نصخة أسلام معنا محور خاص بهذا الموضوع ولكن سنمشيه بالموضوع الذي يشغل الناس هذه الأيام الأخيرة ونهاية الأسبوع الحالي والمتعلق مباراة نهتة بركان وفريق اتحاد العاصمة الجزائري محسن أكيد تبعت كل التفاصيل المباراة لم تلعب كما كان متوقعا صراحة لأن تشبت السلطة الجزائرية بعدم منح الأقمصة للفريق المغربي كان لزاما تكون لديا النتيجة كيف تبعلك بإذن هذا الموضوع؟ أولا دلان يخرج على الصيق بلكرونولوجيا ممتدة لتسيص الرياضة من طرف النظام الجزائري وطبعا محاولة عسكرة الرياضة طبعا إزاءة ومجموعة ديال القرارات التي لم تكن حاسمة في نظري ودائما تحدثنا عنها من طرف الكاف ومن طرف الاتحاد الدولي طبعا لمعاقبات للجوء إلى ترسانة من العقوبات في اتجاه الدولة التي تريد أن تعسكر الرياضة طبعا آخر القرارات ونحن لدينا مرجعية يمكن رجع البلاغ الذي كان أصدره الكاف لحظة طبعا لحظة استقدام حفيد موندلة طبعا لعطى المشاركة المنتخب المغربي في الشان وأفسده لأنه أعطاه طعما سياسيا والقرار الكاف كان متسائل لأنه تحدث عن إدانة كل دول التي تستعمل السياسة في الرياضة وعقب المغرب بغرامة تقنية مقابل على أن لا تتكرر أن يتم التمادي في هذه القرارات الآن عودة للمشهد لتكرار نفس السلوكات نفس المسلكيات طبعا ضد بلد له سيادته لو علمه خريطته المعروفة لن تؤدي هذه السيادة والعتراف بهذه الرموز هي سيادية ليست سياسية طبعا كما يحاول أن يعطيها تفسير هي رموز سيادية لا تخرق سيادة البلد الآخر لا علاقة له بالموضوع أيضا أو هكذا يجب أن يكون ويريد أن يفرد راهو طبعا على أجهزات الكاف طبعا رغم القرارات المتخدة يريد أن يكون سلطة ورياضية فوق قرارات دي نعم هو تحدي لقارة الكاف وربما كما قلت محسين تساهل الكاف في محطة سابقة جعل الجزائر مرة أخرى تخرج عن النص قبل نواصل النقاش تفاصيل وكترونولوجيا رحلة نهضة بركان إلى الجزائر ومواقع في مطار الهواري بومدين في هذا التقرير لعبد السماد وجوث ومنعود البداية كانت من مطار وجد أنقاد حيث انطلقت رحلة نهضة بركان إلى مطار الهواري بومدين في العاصمة الجزائر هناك وبعد وصول وفد الفريق المغربي كان كل شيء بخير إلى أن تم حجز معدات وأمتعة الفريق المغربي من قبل السلطات الجزائرية بدأ الأمر تحرية روتينية لكن الواقع أنه سلوك مقصود ضد الفريق المغربي أمتعة النادي محجوزة والفريق ظل لما يزيد عن عشر ساعات في المطار منتظراً الأمتعة الخاصة به لكن السلطات في الجزائر رفضت تسليمها بسبب أن قمسانا نهضة بركان تحمل خريطة المملكة المغربية هنا تعقدت الأمور خريطة المملكة المغربية على قميص فريق مغربي أمر عادي جداً لكن حجز السلطات في الجزائر لأقمسة الفريق فعل شاد لا ينبني على أي مبدأ في عالم الرياضة وبعد أن تأكد للعالم أن سلوك الجزائر ضد الفريق المغربي مقصود ومع سبق الإصرار والترصد وأضحت الواقع حديث وسائل الإعلام الوطنية والدولية دخل الاتحاد الإفريقي على الخط وبوساطة الكاف مع وعود للفريق المغربي بالتوصل بالأمتعة والمعدات قبل الرابعة زوالاً من يوم السبت غادرت بعتة نهضة بركان مطار الهواري بومدين نحو فندق الإقامة في انتظار أن يتوصل الفريق بأمتعته الخاصة تدخل الكاف قابله تعنت من السلطات الجزائرية وبعد إصرار الجانب الجزائري على إخراج الحدث من لباسه الرياضي إلى مواضيع جانبية متعمدة ومقصودة خرج الاتحاد الإفريقي ببلاغ جديد أكد فيه على شرعية نهضة بركان في ارتداء قميصه الرسمي المصادق عليه من الكاف حسمت الأمور بنص رسالة الكاف وبكل معايير الرياضة والأعراف لم تلعب المباراة بسبب خريطة المملكة المغربية على قميص نهضة بركان وتأكد العالم بالجرم المشهود أن الجزائر متعودة على مثل هذه السلوكات نهضة بركان تمسك بالقميص البرتقالي المزين بخريطة المملكة المغربية والجزائر دخلت أمام العالم في قفص الاتهام إذن كانت هذه تفاصيل الرحلة رحلة فريق نهضة بركان إلى الجزائر من أجل لعي مباراة في ذهب نصف نهائي كأس الكاف المباراة لمتجرت بهذا التفاصيل كامل اللي اسمعنا وبطبع الحال المعلومة اللي جاتني بعض قبل اللحظته أن فريق نهضة بركان سيغادر الجزائر في متصف الليل وسيكون إن شاء الله في مطار واجد أنقاد في حدود الساعة الواحدة صباحا إذن أذهب إلى الضربيضاء معك صديقي محمد مفتاح تابعت بطبع الحال التقرير وتابعت تفاصيل هذه الأسبوع اللي كانت صراحة النتائجها مختلفة ما توقعناه صراحة بهذه الخشونة إن صحاء التعبير كيف تعلق بداية المحمد على هذا السلوك الجزائري الذي بالمناسبة خسرنا في عرس كروي المغاربي مرة أخرى على الدعوة وأكيد أنه صورة مستفزة أنها مرة أخرى مسئة لإفريقيا بشكل عام ويمكن قول أنه اليوم الحديث ولهذا النقاش فخصوا يتطرح للأجهزة الوصية لما كانت تكلموا على الجزائر شي أول مرة تقوم بمثل هذه التصرفات ويمكن قول أنه شاهدناها سابقا شفنا أنهم فضلوا أنهم يهب ينكسوا الراياة لهم بشمير فارقة الويداد وهذه أمور تصرفات غريبة جدا اليوم أعتقد أن مرة أخرى مستفزة ولكن هناك إشارات هناك رسائل لا يمكن تحتضن تضاهر فشلت فشلا ذريعا ويجدت أمور لبعيدة عن كرة القدم كرة القدم يمشى يمكن أن تصرفات غريبة جدا طريقة مرة أخرى بركانية ما كان ويحضر طبعا وإذا كان معروف حضر الآن المراقب دي المباراة يبقى شنو دون في تلك المورقة دي المباراة لأن باش دون فريق المزائر منعات الفريق البرتقالي من القميص دياله باش تقول تلك خزعبالات إن صحة تعبير دي في صورة مستفزة أيضا لأنه لا يمكن هذا المستوى لا يحق لك صيخ على شيء السي محمد سأعود إليك بعد لحظات سيبدو أن هناك مشكل في الصوت سنعود إليك سنواصل نقاشنا مش عندك سي محمد الدواز اللاعب السابق اللاعب في مباراة كثيرة في دول كثيرة اليوم هذا الموقف صراحة هو بعيد عن الرياضة فريق ذهب إلى المباراة في كرة القدم حجزت الأقلصة التي فيها الخريطة المملكة المغربية قيل طلب الكاف من الاتحاد الجزائري أو من فريق وفاقستيف من فريق الاتحاد العاصمة أنه يسلم هذه المعدات للفريق المغربي هذا الأمر لم يحصل والفريق المغربي تشبت بأحقيته كما يمنح له القانون قوانين الكاف وأيضا كل القوانين بأنه يلعب بالقامز اليوم المباراة لم تجرى ما من صورة نعطيه للعالم كبطولة قهرية وهو حقيقة الموضوع يعرفه الجزائريون فقط لأن الفريق صرح بأن الجمارك عند سلطة سيادية وليس علاقة هذا الذي يقع بالفريق الخاص ولكن هذا الذي يقع ليس بغارب ولا جديد على نظام جزائري الذي في كل فرصة يستغل سواء كانت ثقافية رياضية أو اقتصادية لتعكير الجو خاصة أن المقابلة كانت تعيد بالكثير ومشهد الرياضي الإفريقي العربي هو الذي خسر ولكن أنا كنظن بأن بهذه الطريقة الجزائر تسيئ لنفسها أكثر مما تصلح نعم تسيئ لنفسها كما قلت النقطة غير في ناحية القرونية فالمغرب هو الذي ربح هذا الموضوع أو فريق نادة مركان سنرى ماذا يقول حاتم الخبير القروني ومحامي بهيئة القرونية حول هذا الموضوع حول النقاط وحول قوانين الكاف وأيضا القوانين حول هذا موضوع ثم نعود مدتين خمسة وستة التي تفرضوا أولا أنه أي فريق يشارك في منافسة كروية من هذا الحجم هذا إلا وعليه أن يقدم قميصه للجهة المنظمة وتتيم المصادقة عليها لأنه يتوافق مع القوانين الجاربية للعمل وهدمت كذلك فريق مدتين شارك بهذه القميص في مباريات سابقة وبالتالي ليس بأمر يستجد حتى نحيث هذه تجد بخصوصه ثم النقطة الثانية والتي تثير الاستغرار بشكل كبير من أعطى الصلاحية القانونية للأمن الجزائري ولأمن المطار الجزائري ليتدخلا في شأن رياضي محب هذا فيه فقط مش هذر مخالفة للنظام الالتحاد الإفريقي والقانون الأساسي والنظام الدخلي وهذا فيه مخالفة للقوانين الجاربية العمل على المستوى علاقة بين دول القانون الدولي وكذلك قواعد الدبلوماسية وحسن الجوا هذا شي فيه اللي فيه ولا يمكن القبول به هذا شي فيه اللي فيه ولا يمكن القبول به على تعبير المحامي والخبير القانوني حاتين بكار تبقى اللي قوان الفيفا وتبقى اللي قوان الكاف فالقضية عادلة لفريق النهضة البركانية سيب حسين هناك مؤشرات أو نقاط قد نقول ممكن نقول بأنها تعتبر الفريق الجزائري خسرا لأول مرة مبارة تجرى جال فريق الجزائري الأرضية الملعب ولكن مكنوا حكام هنا نقطة ربما تؤكد بأن هذا الفريق يعطو برا خاص نفاذ المبارة الفريق خسر كمؤشيرات كمؤشيرة خسر لأن قرار قرار أول وقرار ثاني بمعنى قرار لجنة المنظمة بضرورة تلزم طبعا تطلب ملتحاد الجزائري وهو مؤسسة رياضية وكيبدوا أنهم عندوا تشعي قرار مؤسسة قراراتهم معطلة تخدم أجندات أخرى لا تخدم الأجندة الرياضية ثم الفريق لا حول له ولا قوة طبعا الدليل أنه استقبل الفريق جيدا طبعا هذا هو المظهر في الصورة ولكن في العمق هناك حواجز عدائية لمغرب هذه المرة هذه ماشي بحل المنتخب المنتخب ديال فشان لم يسافر ولكن لا بالعكس الآن الحضور ديال الفريق بريكان موجود طبعا ولكن تم طبعا منع باحتجاز الملابسي المعترف بها المصادقة عليها في اللجنة المصادقة ليشارك بها في مقابلات أخرى وبالتالي فكل قضايا رياضيا هي عديلة لصالح المنتخب وينتظر أنه يخسر المقابلة وتلعب في مقابلة الأيام ستقدر تلعب وتتحدد النتيجة التي هي 3-0 وهذه تلعب هذا هو المنتظر هي لم يكن قرار القرار ولكن واقع الأشياء التي رأينا في المباراة عدم حضور الحكام لأرض الملعب يعني شرط أساسي في المباراة ما كيش وهو الحكام وينتقدر يجي الحكام ويجي الفريق المضيف ويعتبر الفريق الخاسر اليوم الحكام ولكن كان قرار بأنه ماهما ماكينش ما غير يعطيوش لملابس هما عدوا ملابس أخرى الجزائري عدى ملابس أخرى على الدوق وعلى هوائي بالرموز اللي بغاوه واللي كيشوف هو طبعا ويعطيان واحد الفريق كأن هذا الفريق هذا زيما ياتيم طبعا ياتيم غير يعطيوه بشي يلعب ينتظر أن الجارة هو أن ينتقل إلى المحاكم الدولية إلى الطاص طبعا هذا النزاح تحسن فيه محكمة دولية اللي عنده أحكم نهائية تماما طبعا وغدت نهي هذا الجدل لأنه في كل مرة مرة العالم مرة طبعا الملابس مرة الخطاب السياسي مرة الإعلاميين مرة احتجاج المعدات الصحفيين كل مرة في كل مرة وثم تغير الأجواء الصفر الافتحاد الافريقي ينضبط للقوانين ويفتح المجل يفرق الرياضة على السياسة وإما يجب أن تطال عقوبة هذه العقوبة ستكون تنحف وإلى عقوبة الأولى الثانية اما أن يكون عضوا كامل وأن يجمد عضوياته لأن لا يكون قبل شيء الآخر نعم غير تكلم عن الخروقات محسن خروقات كثيرة حتى اليوم محامي خالد فاكرني هو محامي الشركة المصنعة لأقمصة فرصة تبركان بدور وجهة اندار التحادية الجزائرية ويندرها لأنها قامت بعمل غير قاوني وهو أنها غيرت في الملابس لزولة العالمة التجارية وزولت أيضا الخيطة المملكة المغربية الجميل في هذا الحدث محسن هو أنه افتح الأعين ربما على سلوكات متكررة من هذه السلطات الجزائرية واليوم فريق البركاني تشبت بحقه قال أنا أغلب بالما لابس ديالي اللي كنلعب بها أو بالأقمصة اللي كنلعب بها جميع المبارس وهذا حقهم أعطته له الكاف يعني هي هذا المايو يعني أموليجي من طرف الكاف وصدق عليه من طرف الكاف وأيضا المرسل الأمس اللي كانت ذي الكاف ورغم ذلك أصريتي أنك متوجهش متعطيش الأقمصة والمعدات للفريق المغربي إذن ستدخل محاكم أخرى سلطات أخرى لأن حتى القرار الاستئنافي يرفض أي طلبات أخرى يرفض السماع للاتحاد الجزائري الآن لأن القرار الأول القرار الثاني إذن أعطاه مولات عشر يم يمشي القدس إذن ينتظر أن المقابلة الأولى المقابلة للإياب ستلعب والمقابلة هذه الدهاب ضمن هذه المعطيات ستحكم في الطص وبالتالي العقوبة ممكن أن تطل لأساسي لا نستمر في هذا النقاش ما يغيض الجيران ليس مقابلة بركان أو أنت ما شيف إطار 1% طبعا رياضيا أو سمعتك عبر مستفيزا الاتحاد الدولي يعترف رئيس الاتحاد الدولي لاواد المواقف تفوس في الفتصال تزال المنتخبات من معنى أنت لا ترى نجاحات مختلفة تحولت إلى قوة ناعمة في المنطقة الإقليمية الخصم الآخر لا يقبل بهذا ويدخل اختار الخطب الإعلامي أصبح شاردان ومجنونا فيه واحد لاواس أكبر يقول المقارن لا تصور أننا اقتطعنا جزءا من التراب المغربي وكأن هذه الخريطة اقتطعت جزءا من التراب الجزائري طبعا بمعنى خرجنا دخلنا في تراشق الذي لا يفيد للرياضة للقيم الرياضة ولا المؤسسة الرياضة بالفعل محسين اليوم كانت صور معي أن بشيت في وفد مثلا كلاعب نلعب مباراة خارج الأرض المملكة في هذا بلد الجار وقام أواقع حتى أن أرجعت المباراة السيم محمد وانت لاعب سابق ومداري وكتعرف خبايا المسابقة والبطولات هذا لاعب كله في العون لاعب بشي العم مباراة يجب سبق عشرة الساعات في المطار لا يتحدث بالأمان لأنه متابع ومدايق فاريق ومدايق واخت العم صالح الفارق أمريكان ولاعبه كما تفضلت السعب لأن هذا الشناء وهذا الحتجاز كأنه مجرم في حدود في المطار فهي تؤثر بالكثير على نفسية اللاعبين وبالتالي فإن كانت أجريات المقابلة فكان يكون عدم التكافؤ لأن الفارق الذي كان مكنسنتري مع الفرقة في الأوت المناعم وفارق آخر الذي كان محجز وكأن يدخل البلد بطريقة غير شرعية فأبسط ما يمكن وصف هذا الذي يجرى هو التفاعل صراحة أوروبا ضررت النفعة في حال ما قلت السيد محمد لأن لو لعبة المباراة وفريق البركان تأثيرات بين المباراة يجب يكون واحد الاستعداد بهني ونفسي إن صح التعبير يمكن تبرسك محاصر بكم كبير من المناغصات يعني حتى لا نعطي صورة إيجابية على القرى الصمراء أو الكرة القرى الصمراء معسل لا طبعا لا تطعيش صور إيجابية ما كيبنش بأنه إذا كان نزاع واضح صارح عنده المجال دياله طبعا ولكن في الرياضة هناك شيء آخر طبعا هناك تكافؤ الفرص هناك القيم النبيلة نفس القانون ديال في فا في المدى الرابعة دياله يتحدث عن ذلك تسيس الرياضة عند عقوبة دياله ممكن توصل إلى جميع العضوية ديال الأعضاء في الاتحاد الدولي أيضا إلى غيره كان المؤسسات اللي ممكن تحسم بالأحكام دياله وفي القرار دياله الرياضة مثل هذا الأشيء مخصص تتعطل هذه المؤسسات عندما تصدر هذه الأحكام ممكن شيء واحد يسمو فوق مننا إلا وإلا سنكون أمام بلد يفرض على الآخرين يتدخل في سيادات الآخرين طبعا وثم في الجانب الرياضي طبعا يعطي صورة أكثر بدءا من الضرب ديال المنتخب ديال أقل 17 سنة منع المنتخب المحلي أنه يشارك العداوة التي ترسخ في المباراة ما بين الجزائر والأنديا الجزائرية والأنديا المغربية هالتراشق الذي يدخل في الإعلام لا يريد أن ينتهي طبعا اللقص يسموه في النقاش الرياضي طبعا ونرجع لديك النقطة التي قلت قبل اللحظات المتعلقة بخروقات متعددة خروقات في حق فريق نهات بركان كفريق وأيضا خروقات لها علاقة بوحد العلامة تجارية هي قميس ديال الفريق نهات بركان واللي المحامي ديال العلامة تجارية وجه اندار تحدي الجزائرية كان عنا مع الأستاذ خالد فكرني ومحامي الشركة المصنعة تصريح خاص لقناة ميديان تيفي حول هذا الموضوع لنستمع له ثم نعود طلعا إلى علمي لعلى أن السلطات الجزائرية أو التحدي الجزائرية لم تقف عند هذا الحد اللي هو الاحتجاز أو الحجز ديال أقمصة ديال نهات بركان بل عملت على تصنيع أقمصة جديدة ولكن حدفت الهوية البصرية للشركة وحدفت أمر الخطير وأن حدفت الخريطة ديال المملكة المغربية بعد هد الحجز وبعد صنيع ديال المنتوج المزيف فوجدنا اندارا إلى الاتحادية الجزائرية في شخص رئيس الاتحادية الجزائرية وفي شخص الكاتب العام ندعوه إلى السحب الفوري للأقمصة المزيفة والعمل على إرجاع الأقمصة المعتمدة من قبل الشركة ممكنة الشركة التي أنبعها هو من قبل الاتحاد الفريقي على اعتبار أنه صادق على هذه الأقمصة التي تحمل بطبيعة حال الخريطة ديال المملكة المغربية والهوية البصرية لشركة الأقمصة الرياضية كان هذا تصريح خاص لقناة ميديان تيفي من المحامي الشركة المصنعة لأقمصات فردات بركان والذي بدوره كيف ما قلنا سابقا نوجه إنذار السلطة الجزائرية تزور يعني يعني واحد لعلامة تجارية في سلوك ربما غير مسبوق هكذا يعتقد محمد افتاح أكيد بأنك سمعت تصريح خلف كرنين المحامي الشركة المصنعة يعني يتهد بدوره يعتبر خرق للقوانين محمد طبعا هل أخي عضلو وكان اعتدر مرة أخرى على انقطاع الخارج عند الإرادة طبعا غير اليوم للأسف هم مك يحبسوش عند خطأ وحيد ولا أحد هم يتمدا وهنا كان ممكن أننا نفهم نقطة وحيدة وأن الناس للأسف ما فاهمينش وما دارطينش عدة أمور بل أكتر من ذلك أخي عبد ذكرني مبارا معينة احتضنت هالجزائر ضمن المسابقات الكبرى ذكرني بأن الجزائر مثلا احتضرت تظاهر تليق مثلا بإفريقيا مكين شي ويمكن أدول عقاب اللي يمكن كيتعامل معه اللي كيتعامل بي التحط الإفريقي مع الجزائر لأنه بان بالملموس لأن هاي الناس كيدخلوا كل الأشياء في واحد النطاق بعيد عن كرة القدم واليوم المغرب أو النهضة البركانية اللي مشات كتمثل الكرة المغربية مشينا على أسس أننا اللعبو مبارا في كرة القدم والتحاد الإفريقي ووجد القراصوف واحد الورطة علاش لأن اليوم هاي القميص اللي غت لعبين النهضة البركانية أو اللي كان خصت لعبينه رايح لعبينه الفارق البركاني أمام سيخيخون من جنوب أفريقيا واللي جنوب أفريقيا الرئيس دياله هو رئيس الكاف ولعب فيه كذلك في وقت سابق فارق الويداد في المنافسة الدولي الأفريقي فهذا ليس بجديد اليوم اللي يمكن نقول أنه لخصنا الآن نتكلم عليه هو المستقبل والقرار في مستقبل الأيام لأن من غير المقبول أن نوقفه ونخليه هالترهات ولهد الشطحات إن صح التعبير للهد الناس للا يفقهون شيء في كرة القدم واللي يمكن أنه كل ما اتحت لهم الفرصة للأسف أنه ميسيئ للمغرب والمغرب دائما كان صباق على مستوى العديد من الأمور وكان دائما ولازلنا نقولها أن المغرب دائما يقول ويرحب بالجميع الآن أي فريق جزائري يجي المغرب فكل قد ترحاب وكذلك اللاعبين والمدربين واسألوا بن شيخة وعدد من اللاعبين اللي مروا هنا فليوم هاد الناس للأسف فلما كيكون واحد الإنسان في العائلة في العادي كيكون هو متفوق في الدراسة أو متقدم في المجال دياله فباش يمكن أنك تأثر عليه فكتقول له شو فلان شنو دير فهو عوض ما يمشي جاهد باش يوصل لها داك فلان فكيحاول ممكن أنه نقسم قيمة هدك فلان بشتى الطرق وهدك سيدر غادي مستمر ما كنشوفوش الوراس نعم بالفعل سيد محمد هناك أحيانا النجاحات تكون مستفزة وربما هذا ما يحدث لالجار إذن بتاريخ طويل الجزائر في كسري قواعد الروح الرياضية مع أندية المغربية وإفريقية عديدة وتدخل السلطات الجزائرية الخارج عن إطار القاوية الرياضية يتير الكثير من علامات الاستفهام التفاصيل في هذا التقرير لعبد الصمد وجودهم المنعود سيرا على خطى تكسير كل قواعد الرياضة وفي تجاوز كبير لمبادئ الروح الرياضية الجزائر تستمر في استفزازاتها لتربط خيط أخطائها التاريخية بالحاضر حجز أمتعة نهضة بركان ليس سوى واقعة جديدة لسلوكات جزائرية قديمة قبل أن تكون خريطة المغرب على قمصان نهضة بركان مشكلا يقض مجع السلطات في الجزائر كانت تقنية الفار سلاحا رياضيا وجب حضره في نظر جمارك الجزائر لتلعب مباراة اتحاد العاصمة في ربع نهائي كأس الكاف بدون فار وفي تجاوز كبير أيضا لمبدأ تكافؤ الفرص مغامرات الجزائر لا تقف هنا فقبل ذلك وفي واقعة غريبة شكل وفد صحفي مغربي مشكلا كبيرا بالنسبة للجزائر وتم احتجاز الوفد المغربي في مطار وهران على الطريقة الجزائرية هذا المنهج الشاد الذي يضرب كل قيم الرياضة عرض الحائط ويستمر في كل محطة تكون فيها أندية الجزائر طرفا حتى في دور أبطال إفريقيا الوداد الرياضي عن الأمرين في الجزائر وقبله الرجاء والجيش وأندية مغربية عديدة ومنتخب المغرب للفتيان مخجل ريفرز يونيتد النيجيري كان ضحية الفار المحجوز وبيترو أتليتيكو الأنغولي الذي تم حجز معدات التصوير الخاص به اعتداء مخجل في كل الأوطان إلا في الجزائر فهو من أعراف الرياضة عندهم مدرب يصفع لاعبا شابا ولاعب نجم في فريقه يعتدي على قادية الميدان في بطولة احترافية محلية هي سلوكات مرفوضة في كل أنحاء العالم إلا في الجزائر وبالعودة لخريطة المملكة المغربية على قميس ممثل المملكة الوحيد في المنافسات القارية الكاف حذر ثم أنذر ثم قال إن النهضة البركانية من حقها أن ترتدي قميسها المشروع بنص قانون الكاف وبكل قوانين الكون الرياضية الجارة الجزائر وإن كانت تتلقى في خراجات أنديتها ومنتخباتها إلى المغرب استقبالا أشاد به القاسي والداني فهي في استقبالها لكل ما هو مغربي تضرب كل القيم والأخلاق الرياضية التي يسعى المغرب دوما لتكريسها وتقديمها كنموذج للعالم يعني لائحة طويلة من خرقات الجزائرية في تظاهرات رياضية قارية وإقليمية سي محمد يعني لماذا بلد يسهر على تكرار نفس المسائل غير قاونية صح التعبير يعني الفارق أو البلد يسهر دائما وأبدا على التعامل بطريقة غير رياضية ماشي مع المغرب فقط قبل السابع أو قبل أيام فقط كان هناك مشكلة يعني في إدخال المعدات ديال الفار مباراة تحت العاصمة الجزائري و أجريت المباراة في إيابة ربع نهائي بدون تقنية الفار وهذا مخالف لقاون الكاف يعني تم حاجز المعدات في الميناء أو في المطار وكان صوابق كثيرة لماذا بلد يسر على ذلك أفنا ذلك محمد و 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 هو كل واحد وكيف يجلب انتباه بطريقة سلبية بشي يجلب انتباه هذه الأخرين وكي يجتعد بطريقة إيجابية كي يستطع بشي يجلب انتباه منهم المنظومة الجزائرية حتى الفرق ديال تراجعو نسبيا ما أبقى يقدمو ذي اللي كانوا معروفين به فليهذا هم يعجؤون جميع الطرق الأخرى يجلب انتباه إليهم و السلوكات ويقوم بمعاقبة ويقوم بمعاقبة كبيرة في حق الاتحاد الجزائري للحد من هذه السلوكات سوف نختم هذا المحور مع محسين كقراءة آخرى لأنه ينتدر لنا مفات قناة ميديان تيفيل الرباط بعد تتويج المنطقة المغربي كأسفقية للمرة ثالثة نريد قراءة آخرى هذه المشهد وخلاصا له المشهد مخصوشي تكرر بمعنى أن هناك قوانين منظمة الاتحاد الدولي ثم طبعا ملائمة مع القوانين الاتحاد الإفريقي تقريبا نفس القوانين بعد النازلات عندما لا تأخذوا فيها قرارة حاسمة وكتبقى مفتوحة ولا نحدد المسؤوليات بشكل واضح في وقائع اللي يكون فيها المسؤول واضح والذي قام بالانتهاك عادة ما يتم التمادي ويتم التمادي لأن هذا البروباغندا هذا الأحداث كل هذا الوقائع الهدف دياله هو واحد البروباغندا معروفة واحد البروباغندا معروفة ديال ويائسة يائسة أمام تطور ديال ديال الجهة الأخرى بالمقابل للمؤسسة دياله تبدو منسجمة سواء المؤسسة طبعا لا الأمنية وللمؤسسة الرياضية وللمؤسسة القانونية تبدو أنها تشتغل في تناغم ولكن في جهة أخرى في هذا الجهة الجارة طبعا هناك تنافر كبير ما بينه وأمني ما بينه ورياضي واحدة الرياضي أصبح طبعا كتم العسكرة دياله تسيسو بشكل فاضح نعم أكيد نجعل هذا الموضوع في حلقات قادمة من بانورا مسبور وأيضا في مواعد لاحقة إخبارية على قنوات ميديا تيفي ولكن الآن عن ما هو أهم صراحة وهو تتويج المنتخب المغربي بكأس إفق الفتصال المرة الثالثة توليا نذهب مباشرة للرباط معنا من هناك مفات قناة ميديا تيفي منصف عدي منصف أهلا بك إذن إنجاز جديد الكرة المغربية الفتصال بالتحديد يعني في منتخب هشمد دقيقة المنتخب المغربي فتصال يتوج بلقب ثلاثة على المستور القرية 2016 2020 2024 كيف كانت الأجواء في النهائية مصف أهلا بك عبد الله وأهلا بالمشاهدين الكرام وبحضورك الكريم أيضا هناك في السوديو أكيد هنيئا للكرة المغربية بهذا الإنجاز الجديد وليك لا أطيل على رئيس الفني أحد صناع هذا الإنجاز المغربي والذي سنتظر الحافلة معنا هنا عبر شاشة ميديئان رئيس الفني أولا هنيئا إنجاز زديد يكتب لهذا الجيل الذهبي للفتصال كيف كانوا شعوركم أمام جماهير المغربية برفع اللقب الثالثة والية الحمد لله الشعور لا يصف بحل اللي قولت إحنا هذا الجماهير دينا حمد لله العائلات دينا الحمد لله الأمهات والأباء دينا كيف يتفرج لقب ثالثة والي اللي صعيب وصعيب بزيف في ضرف و 12 سنة كيف تتعرفون لقب تفرج كل 40 سنوات ما شيف حل جرن فوت تحافظ على هذا القيم ما دير صعيب وصعيب بزيف الحمد لله نحن يديني من خدام يديني من نشغل إذا أردت سعادة اليوم سوف نسود التصار والتفز ونزيد الخدمة المنافسة العالمية التي تسننا لها كوب ديمون المباراة اليوم كانت بداية صعبة أمام منتخب أنغولي الذي أكد علوه الكعب خصوصا أنه استرجع القيوة بعد التعطير الأول التفوق على مدارس كوبرا كالمنتخب المسري أكيد وجده صعوبة في البداية ولكن الحمد لله المنتخب المغربي سعاد قيوة وحسب اللقب كما قلت منتخب الأنغولي المتمرس ومتمرس في الزفر لا يعرفون الجميع الذين لعبون في دور البرتغالي والدور الإسباني لعبون مزيدين وذلك لديهم الإعجاب في الفلاك بدافريك الحمد لله المقابلة النهائية تلعب على جزئيات الجزئية صغيرة الحمد لله المنتخب المغربي اليوم رباح بك الإعجاب به بستراتيجية لعمل المدرب في 5 يم جوور والحمد لله على هذا المتصار كيف تتبع المباراة؟ وأكيد دعمكم نفسيا خصوصا عن الغياب لغتال مؤثرة في مربع ذهبي كيف تشكلكم هذا الحدث خصوصا عن التواجد في مدرجة من الجماهية؟ الصراحة الحادث تأسفنا له كما كما تعرف يستفجاد لعب مهم ومهم من سبالينا ونحن عائلة ونشاء الله يرجع في أسرع وقت وبالعكس للتواجد اليوم في النهائي أعطانا بالعكس حافظ لتقاتلهم ونهديوه شكرا ختاما على شاشة ميدة أنرسات الجماهية المغربية؟ حليات الأمام صراحة نشكر جماهية المغربية يعني فرحة هذا المتخب الثاني على الفرحات للمغاربة سي محمد الجميل في هذا الاتصال بموفاة قناة مدينة تيفيه كان معه واحد اللاعب اللي كاتع لكم زيان اللي هو دريس رئيس فني لعب ابن طانجة وهو ربما اللاعب الوحيد من مدينة طانجة اللي في المتخب المغربي ولكن عندك معها علاقة خاصة نبغي نسمعها على لسانك سي محمد يعني هو شعرف لنا احنا كمدينة طانجة ولي كمتلنا داخل المنتخب الوطني لاعب دريس رئيس يعني كان يمارس واحد الفارق ديال العصبة يعني في قسم شرفي وكان جاء المدرب دياله عندي أنا كنت أنا ذاك مدرب فارق أجاكس طانجة اللي كان يمارس في القسم الأول في الفتصل وكان يعود لي على هذا اللاعب هذا حكي لي بأنه كان عنده واحد اللاعب اللي هو ممتاز واللي يقدر يعني يمشي بعيد في المسيرة في الفتصل فجاء قمنا باختبارات بنسبة لنا ديال اللاعب والجميل ما في الأمر هو يعني مبين باش التحق بالفارق وبدأ كلاعب كلاعب أساسي مرة ثلاثة ديال أسابع يعني غير لتفتحك يعني الميركاتو تم يعني التعاقد معه وبدأ كلاعب بشكل طبيعي وهذا كي أكد بأنه واحد اللاعب داكي واحد اللاعب اللي كي يقدر ضيئين دامج في واحدة المنظومة ولهذا يعني هو كي تعتبر من اللاعبين الأساسيين ديال منتخب الوطني المغربي وكي يعتمد على السيئة شامتكيك مشكل كبير لعب أساسي في تشكلة المنتخب المغربي اللي كما قلت صانع الفرحة وصانع الابتسامة سيمو حسين يعني تكلمنا هنا في بلاتو بانوغا مسبوغ على حضود منتخب المغربي في الفوز في كأس إفريقيا وكانت عنا قناعة قناعة راسخة بأن هذا الجيل باقي غيصنع الفرحة بأنه سيتوج بالكأس الإفريقية المرة الثالث توليان ودابة لتثلاثة مع المنتخب المسري اللي بدوره توجلسة الألقاب توليان وبينه تب كان المنتخب اللي في اللي بدوره كان في الهوات أهل كأس العالم الحساب المنتخب المسري ما الذي يملكه هذا المنتخب ولا تملكه منتخبات أخرى محسين منتخب أولا جاء في بتقمر رحيم أنه الاستراتيجية ثم من التطور قلنا أنه عنده تراكم لأنه منهدرت إلى المنتخب المصري منذ 2004 تهى الحديث عن المنتخب المصري كفائز باللقاب من 2004 لم يكن باللقاب جاءت ليبيا بعده ثم جانب إفريقيا هذو ما الفرق الفائزة الفائزة اللي لعبة النيائية كاللعبة النيائية يعني سبع نصخ سبع نصخ ثلاثة ووحدات ليبيا ثم جاءت جانب إفريقيا في 2012 اللي كانت هي الظاهرة في 2012 الآن المنتخب الأنغولي ونحن كنا نلعب أمام منتخب الأنغولي أنا كنت رشحت أنه يلعب النهائي لأنه ماجي من التطور الملامح دياله التقنية تفوقت كثيرا عنده منظمة لعب عنده مدرب واضح في اللاعب دياله ثم أيضا سبق له أنه كان في المركز الثالث في 2020 كان هو في المركز الثالث وبالتالي فالمنتخب المغربي يكرس نفسه طبعا لأنه الآن إن شاء المنتخب العالمي على المستوى القارة هناك فرق كبير ما بين الملامح المستوى التقني دياله والمستوى التقني دياله الفرق الأخرى ترتيب العالمي واضح ليبيا واحد واربعين مصر تسعود وثلاثين أنجولاس ساواربعين إلى غيره والفرق الأخرى بعيدة طبعا إما تسعين إما فوق الترتيب فوق المائة المنتخب المغربي ينحو لعب لأن المسارات اللي اخداها باش يأسسنا تتركوا لعب مع منتخبات كبيرة زي عمى فك العقدة ديال المنتخبات الكبرى اللي هي البرازيل الارجونتي الافرنس لعب في هذا المستوى هذا كان قريب بالنصف النهائي كان قريب في هذا المستوى هذا وكان قريب طبعا وتعدل مع البرتغال 3-3 وانهازم مع البرازيل بي 1-0 وكان متفوق عليه في سير ديال المباراة في سيرورة ديال المنتخب المغربي أنه ممكن يكون هو المسيطر المهيم على القرى في سنوات المقبلة أيضا ثلاثة الألقاب إفريقية ثلاثة الألقاب عربية ولقى في كأس القرات وأيضا حضور مشرف جدا في كأس العالم 2012-2026 24 جكوة المشاركة الرابعة ستكون هذه العامة في المشاركة الرابعة في شهر تسعود في أوزباكستان سيمو حمد دواز اللاعب الدولي المغربية السابق المدرب ومؤثر المدربين في الفوتسال يعني هذا المسار المتميز للمتخب المغربي كيفما قال محسين فيه بزاف ديال النقاط اللي جعلته يكون متألق نتالي بغلاء شاهد عين انت واحد بالجسم ديال الفوتسال تعودنا تفاصيل هذا سير تألق ديال المتخب المغربي بعض المنتخب يعني بهدد التواج دياله زد عكس الصورة بأنه نموذج قدرنا نقوله في لغة المقاولة سيطان بيزنس موديل اللي يقدر يخطو الخطوات دياله جميع أي منتخب ولا أي فارق اللي ينطلق من إمكانيات جيد متواضعة ليصير إلى العالمية علاش لأنه لأنه خدا واحد استراتيجية الهدفة خدا واحد طريق اللي مشافه يعني شوية بشوية مرحلة بمرحلة وهذا التواج اللي كنشوفوه هنا يعني هذا واحد يعني الجزء اللي صغير اللي كيبن في ديال الجابل الجاليدي لأن الجزء الكبير اللي يوصو في الماء هذا كوال عمل الجبار والدأوب واللي كنتفوح المتابرة كبيرة لأنه إذا جينا نشوف هذا المنتخب رأى اللاعبين هذو رأى كينين الأغلبية ديالهم 2012 يعني مشاو شوية بشوية معاسي شمدقيق بوحة سراتيجية وعندهم أهداف على جميع المجسويات المجسوى القريب والمتوسط والباعد وكنضن بأن هذا المنتخب هذا يعني رأي بقى غادي في هذا المنصر إن شاء الله علاش لأنه كين واحد العمل اللي هو في الخافاء اللي كيشتغل مع الفئات الصغرى ديال المنتخبات يعني كين منتخبات لتشكلت ديال جميع الفئات وكين الأطور تقنية اللي عندها وحة الكفاءة وغلبية ديالهم يعني كانوا لعيبين دوليين سابقين اللي يقدروا لتكوينو تاوما تكوينات حديثة واللي غاد يعطي إن شاء الله الخبرة ديالهم غاد يدوزو هنال اللاعبين لأن نشوف نحن مؤخرا ايوفان تروى شاركوا واحد في فيترام واحد يعني دوري دولي ولعبوا مع إيران وستطعوا باش انتصروا لإيران لأن إيران مرتبة السابعة لكي تسبق المغرب ومدوار رائدة في الفتصال نعم وكين متخب مغربي للفتصال سيدات يعني وكين المتخب الأول ومتخب الثاني في غياب بطولة صراحة خاصة بالفتصال سيدات في المغرب ثلاثة دي المنتخبات من نسبة العنصر النسوي كين الآل اللي هما سينيور وكين 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 هذو ثلاثة دي المنتخبات اللي تاوما كيشتغلوا بطريقة جيدة وبدوا تاوما يعني كمشو بنفس المنهاجية دي المنتخب دي الدوكور بدوا كيشاركوف مع دوريات ومقابلة حبية مع فرق رائدة مؤخانا لعبوا مع الأرجنتين في كومبلكس محمد السادس باش يتحكوا تاوما يوقع حتيكا دي اللاعبات بس هم ان شاء الله اللي ما لا نشوفهم يعني بشوفهم في نفس الطريق دي المنتخب دوكور كان عنا قبل أيام تصريحات خاصة من لعبتين من المنتخب المغربي اللي كانت ياريم السبكي وهي لعبة مغربية محترفة في مالاقا وهذا جميل صراحة كانت مفاجأة أسر ربس بيلي أن هناك لعبة مغربية في الفتصال محترفة في مالاقا في الدولة الإسبانية وأيضا حارسة المنتخب المغربي اللي هي كوتر بن طالب كان عندهم تصريحات خاصة الميديان تيفي وقالوا في تصريحات بأنهم القدوة ديهم هو المنتخب الأول وتوقعوا أن الكأسة توقع في المغرب وهذا ما كان جميل هذه البلد تأسبرون من المنتخب الدكور هو الفتصال فهو عائلة لأن جميع المكونات دي الفتصال مترابطة فيما بينها وكتشغل بنفس المنهجية وبنفس الخطة وبنفس المنهج لأن هنا وجهة وحدة هي تشكيل المنتخبات اللي تكون قوية اللي تمثل الرأي دي البلد أحسن تمثيل بالفعل سي محمد سأذهب معك آخر نقطة في هذا المحوار المتعلقة بتتوجه المنتخب المغربي للفتصال أنت محسن لعبتي للفتصال وتعرفه جيدا وهناك من يقول بأن الفتصال أسهل ولكن يبدو أن الفتصال هو أصعب من الفتصال لأن يجب أن يقاب هذه الدنيا كبيرة لكي تتمارس الفتصال لسنوات طويلة أنا لعبت هاوي لا تحسب لي أن لعبت محمد احتيران بهذه المواصفات الفتصال طبعا نحن نقول نقرنه هذه المواصفات اللي قلت خصو ليقا بدنيا عاليا خصو دكا خصو إلى غير خصو مهار هذا بنفذ المقابلة هذه المقابلة النهائية هذه المقابلة النهائية عكست بأنه في عشر دقائق الأولى بلك بأن المنتخب الأنجولي متساوي مع الفريق المغربي طبعا لأنه كان يبدو الواحد المجهود خيالي طبعا في الضغط على حامل الكورة الضغط واحد بواحد إلى غيره وطاكتيكيا على المستوى الطاكتيكي ولكن في المقابلة بحلقة في فوتبول صاد معنا أنك تستمر من الدقيقة الأولى حتى من الدقيقة ربعين تلعب بنفس المستوى طبعا بنفس الدغط إلى غيره نعم إذن هو مقدرش يكمل بهذه المستوى اللي يطلب واحدة الياقة بدانية كبيرة اليادة انتصرنا عليها تقريبا بنفس النتجة اللي كانت خمسة الجوج وخمسة الواحد ولكن المنتخب مغربي هو البطل أفضل هجوم وأفضل دفاع مبلوك المنتخب المغربي نتمنى له توفيق في المشاريع المقبلة وخاصة في كاس العالمية ستكون في أسباكستان نختم بسرعة معك محسين كلاسيكو الكرة الإسبانية والعالمية الريال يفوز على البرصة بهذه ثلاثة الجوج كيف تلك المواجهة بسرعة بقلب أبيض الريال أحسن في هذه السنة من ميناء البرصة هنا في كثير من الزوايا والملامح التقنية كانت من نوحة صعيد الأصدقاء كانوا يفرحوا تهمها شوية ولو تعدل هل الصحقة ريال تتوجب باللاقب أو الفوز بالمبارا المقابلة كانت تنتهي في تحين دخيقة فستطع فارق ريال مادري يفوز بالمقابلة فهنيئا له إذن هنيئا للريال وهارد لك للبرصة محمد شكرا جزيلا لك مرحبا شكرا جزيلا على السيطة سي محمد شكرا جزيلا لك هنيئا لملحمة الفوتصال بالمغرب هنيئا للمنتقل المغربي شكرا موصول لصحفي الريادي محمد فتاح وأيضا لمفاة قناة ميديا انتيفي منصف عدي ولعين ميديا انتيفي كما نسميهم دائما كمال غنايم كاميرامان الخاص بقناة ميديا انتيفي ختم حلقة يوم شديد برنامج فانورمس بوش وخاناتي بالمتابعة في عمال اشتركوا في القناة